استقبلت وزارة الداخلية مسؤولي أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الأولى بمكافحة المخدرات وتأتي الزيارة تأكيدا على الدور المصري الريادي في مجال مكافحة البواد المخدرة محليا وإقليميا ودوليا ترتكز الاستراتيجيات الأمنية المصرية على تفعيل التعاون الأمني الإقليمي والدولي في مجال مكافحة المواد المخدرة لمنع عمليات الجلب والتهريب عبر الحدود من هذا المنطلق وحرصا على تفعيل هذا التعاون استضافت مصر زيارة مسؤول أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الأولى لمتبادل الخبرات والمعلومات وتفعيل التعاون المشترك في مجال مكافحة المواد المخدرة بحقيقة هذا المؤتمر يأتي فيه زي ما حكيت أنا في طارد التعام وتعزيز التعاون العربي والاستفادة من تجارب والخبرات الموجودة في الدول العربية ليتسنى لنا كمكتب عربي لتعميم هذه التجارب على جميع الدول العربية والاستفادة منها في مكافحة آفة المخدرات وتأتي استضافة مصر لهذه الاجتماعات تأكيدا على الدور المصري الريادي في مجال مكافحة المواد المخدرة محليا وإقليميا ودوليا وهو ما أشاد به الحضور الذين أبدوا رغبتهم في الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال جمهورية مصر العربية على اعتبار أنه لديها ضع طويل في هذه الجريمة لديها تجارب جدا جيدة كتفاء كبير إن شاء الله باستضرار التعاون واستمرار زيادة الجهود في التنسيق المستمر بين الأجزة هذا الشيء صراحة لمسنا في المؤتمر ونشكر وزارة الداخلية ومثل تم جهاز مكافحة مخدرات حسن الاستقبال اطلعت معظم الدول أو جميع دول على تجارب الدول الأخرى وكان من أجل إيجاد فرص لتحسين مستوى أداءها في مكافحة مخدرات سواء من حيث العرض أو الطلب الاجتماعات استمرت على مدى يومين تم خلالهما استعراض الاستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة المخدرات بمحوريها مكافحة العرض وخفض الطلب وكذا التجارب الوطنية للدول المعنية وتعزيز التعاون بخاصة في الجانب المعلوماتي لمنع عمليات القلب والتهريب تجربة المصرية رائعة جدا تجربة عريقة جدا كما ذكرت يعني إدارة تعمل منذ 1929 فما بالك نحن في 2023 وما زالت تطور هذه الإدارة ونتبنى لهذه الإدارة تطور طبعا الجمهورية العربية المصرية لها باع طويل في مكافحة المخدرات وعندهم خبرة كبيرة في مكافحة المخدرات وكان لنا الشرف أنه نتعاطى معهم ونعرف شو طرق مكافحة المخدرات في مصر اختتمت الاجتماعات فعلياتها بعدد من التوصيات أبرزها أهمية الرقابة على المنافذ الشرعية والمناطق الحدودية لاتصادر محاولات جلب وتهريب المواد المخدرة من خلالها وتعزيز جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتكثيف حملات التوعية بأضرار المخدرات على هامش الاجتماعات قامت الوفود المشاركة بزيارة لمتحف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات واستعراض مقتنياته التاريخية وما تم توثيقه من وقائع ضبط متميزة وأشكال وأنواع المواد المخدرة وكذا تنظيم زيارة لقسم المعمل والتحليل الفني التابع للإدارة جاء اجتماع مسؤول أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الأولى لمكافحة المخدرات في مصر تأكيدا على أهمية ما توليه الاستراتيجية الأمنية للتعاون الدولي الإقليمي لمكافحة المخدرات والذي انعكس على النجاحات الكبيرة المحققة في هذا المجال اشتركوا في القناة